من حقك تفرح تفرح بالبطولة تفرح بإنك كسبت الزمالك تفرح بإنك أنت حق تلقب جديد في أول الموسم تفرح بجهاز فني أثبت الحقيقة جدارة وحاز على ثقة الجمهور تفرح بنجومك اللي تقلقه بشكل فوق العادة طبعاً طهر لقطة بتاع الطهر في الأسيست بتاع كاريم فؤاد من كسرات دانية على السوشيال ميديا لكن خليني أقول الحقيقة يمكن وأنا بشوف الردود الأفعال يعني بتاع الجماهير النادي الأهلي على الفوص ماتش السوبر لفت نظري حاجة وحبيت أتكلم فيها القصة مش قصة عتاب وأنا بيتهالي فيه بيننا من مساحة الود يعني الكتير يعني اللي خليها نتكلم عشان اللي جاي مش عتاب على اللي فات بقدم هو منهج عمل حاجة توضح لكم إحنا بنعمل إيه في أوقات ممكن تكون بتمر علينا فترات صعبة جدا مش عايز أقول أزمات لأن الأهلي عمر ممر بأزمة ممكن تبقى كبوة وبنرجع بسرعة الأهلي قادر دايما يرجع بسرعة لكن في لحظة من اللحظات كان فيه جزء من الجماهير النادي الأهلي وأنا كنت متفاهم تماما فكرة وجهة نظرهم أنهما مش راضين عن مستوى الأداء ومش راضين للأهلي يطلع في موسم بدون التتويج ببطولة واحدة على الأقل لكن وانت بتعبر عن حالة الغضب دي خد بالك لأنك في أوقات كتير جدا بتبقى بتكسر يعني سهل جدا أنك أنت تكسر الصعب أنك تصلح سهل جدا أنك أنت تهدم الصعب أنك أنت تبني عشان كده وأنا بشوف احتفالاتكم وإشادتكم بكل الأسماء مش هقول أسماء طبعا لكن أنتو يعني تقريبا كل الناس اللي شاركت في المباراة جماهير النادي الأهلي ديتها حقها ما فيش حد ما خدش حق وكلهم زي ما اتفقنا كانوا نجوم فوق العادة منهم أسماء جزء مش هقول كل جزء من جماهير النادي الأهلي ما رعيتش وما رعيتش حاجات كتيرة جدا ما رعيتش أنه الولاد دول النجوم دول حققوا بطولات ما حققاش أي جيل تاني في الكرة المصرية ما رعيتش أنه الولاد دول كانوا بقالهم ثلاث سنين ما خدوش أجازة ما شموش نفسهم ما شفوش أهلهم ما شفوش أصحابهم تحملوا من الضغوط النفسية والبدنية ما لا لبشر طاقة بي فما حطناش ضف الاعتبار وكنا يعني بنشد عليهم زيادة عن اللزوم في وقت إحنا كنا بنحاول نحافظ على فريقنا ونحاول نلم ورقنا ونرتب حساباتنا عشان نقف تاني ونرجع أقوى من الأول لو النجوم دي كانت تكسرت ما كانتش النتيجة اللي إحنا وصلنا لها في مباراة السوبر دي حصلت السنة دي عشان كده بقولك دايما رعي ده وده واحد من بنبقى على فكرة إحنا عندنا مش عارة زي كل جماهير وبنغضب وبنزعل من اللاعبين وكل حاجة بس إحنا على قناة الأهلي على شاشة الأهلي في مسؤولية في أهداف لابد أن احنا نحققها في شغل لابد أن احنا نعمله عشان نقدر ندعم فرقتنا ومفترض طبعا أن الجمهور فهم أنه إحنا بنعمل ده في وقت الصعب ما طبيعي جدا أنك تدعم فرقتك وهي كسبانة وهي متوجة وهي بتحقق ألقاب وهي بتحقق بطولات اللي مش طبيعي أنك إنت تيجي وتبيع أو تيجي وتكسر في وقت ما يكون فيه كبوة أو يكون فيه سقطة من السقطات فبالتالي إحنا واجبنا في الوقت ده أن إحنا نلم الدنيا ونقف مع الجمهور النادي الأهلي عشان نرجع دايما أحسن من الأول حط النقطة دي دايما في اعتبارك وانت بتتبعنا وإن شاء الله بإذن الله الموسم ده ما يكونش فيه لا كبوات ولا عثرات وإن شاء الله يكون موسم يعني فيه كل البطولات والألقاب